اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عملة شكلت نموذج ترند يعني ممكن نشوف او شكلت نموذج المثلث ممكن يصير كسر للاعلى او للاسفل شوف شو اللي صار هني صار كسر لترند لاين وصار يعدت اختبار خلني بمسح هنا عشان بس تشوفون شوفوا كيف الكسر ويعادت الاختبار اللي انا تكلمت عنها شوفوني صار كسر هني ويعادت اختبار شمعة خضرة يعني واضحة حتى الشمعة الخضرة فريتست فيشل في دخول مرة ثانية الى المثلث فصار هبوط طبعا هذا اللي كنا متوقعينه كنا حطين سيناريو هين حتى قلت ان العملة رسك ان الواحد اشتريه الحين يعني لو واحد كان مشتريهني رسك العملة نزلت تقريبا تقريبا من هذا السعر اه حوالي الثلاثة عشر بالامية اه فحاليا لو نشوف العملة يعني وين نقدر نقول ممكن توقف او تتجه نسوي كذيه اه تقريبا تقريبا كذيه حلوين فانا بالنسبة لي العملة الان تعتبر على مقاومة اللي هي على السعر تقريبا 0.0615 وعلى دعم قوي على سعر 0.0259 ودعم اقوى منه على سعر 0.0256 وانا بالنسبة لي يعني الدعم اللي القوي جدا واللي اتوقع انه يعني في حال اسوأ سيناريو ان العملة توصل لهذا الدعم اللي هو على سعر 0.048 تقريبا انا بالنسبة لي هذا الدعم بيكون جدا 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 قوي يعني باسوأ السيناريو هات ان العملة تنزل في هذا السعر حلوين حلوين فانا ويت ساراتيني عن هذي العملة هل العملة هاي ممكن توصل دولار انا جوابي للعملة هذي اذا نشوف اول شيء الكمية بالاضافة الى اللي هي total supply max supply ونشوف اللي هو ايضا سلكل ونشوف وسعر العملة انا شوف العملة اذا زدنا صفر هني بتستوي 4 مليار هني بيستوي 6 إذا ضفنا صفر آخر 40 مليار فيتصير هني 6 يعني منطق اذا ننتكلم منطق العملة عادي ستسوي 0.5 0.6 عادي يعني انه توصل انا بالنسبة لي دولار ويت صعب بس مش مستحيل يعني مش نفس نظام بي في مستحيل شي بقينه مستحيل اشياء تحتاج معجزة او حرق مش طبيعي يعني عشان العملات هاي توصل دولار هذي فيه امكاني اذا كان فيه حرق فيه فيه ايضا مشاريع اخرى تساعد في ارتفاع العملة او اشياء اخرى ممكن فممكن توصل دولار لكن مش يوم وليلة مش اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر يعني نحتاج سيولة جدا كبيرة يعني نحتاج سيولة اللي نفس فيه نقدر نقول او نقدر نقول عفوا سولانا او اكس ار بي تدخل في هذه العملة اذا السيولة اللي في اكس ار بي او سولانا دخلت هذه العملة يعني الماركت كاب لا توصل دولار توصل توصل عادي حلوين حلوين فالان شو توقعنا العملة او الحركة المتوقعة اذا نرجع الفابوناتش اللي كنا حطينا فبنحط الدعوم اللي حطيناه وبنثبتها على جدام وعلى الزمن يعني بحيث ان تشوفونا خلاص هذه الدعوم بتكون للعملة فهذه نظرتنا حاليا الحين ممكن اقول الدخول ما بنقول ممتاز جيد نوعا ما وليس ممتاز جيد يعني انا ادخل اذا قبل كنت اقول انا عندي عشر تالاف دولار اذا بدخل بدخل بمئة لا انا هالمرة ممكن ازيد امية ومئة وخمسين انه في دعمه الحين في دعم بان يعني اذا نزلت اكثر اهني بدخل مثلا امية وخمسين ثانية لكن لو نزل اهني بدخل بخمسمية طبعا مش نصيحة استثمارية كل من قدم اهني عبارة عن وجهة نور هل العملة ممكن تستكمن الصعود بعد هذا الهبوط ايوه ممكن ليش ان انا اشوف نزلت على دعم قوي وممكن يصير تشكل حرف البي توصل لسعر تقريبا صفر فاصلة صفرين سبعة ثنين مع ان العملة يعني تكتسب كثير من الجماهيرية كثير من المستثمرين كثير من الناس اللي تتدول فيها فعادي يصير بمب محترم فيها حلوين حلوين وغير ذلك حتى عطتنا هني تقريبا زعنفة القرش على الارس اي الارس اي جدا مثالي ايضا فهذا يعطينا ان الهبوط شارف على الانتهاء الارس اي يعطيني انه خلاص الهبوط ممكن ينتهي يعني ممكن نشوف صعودة الان وايضا اذا الشمعة هذه اغلقت شمعة الاربع ساعات اللي راح تغلق بعد اربع دقاي اغلقت شوي فوق حبتين فوق سنتين بتعطيني شمعة دوجي وشمعة دوجي تعتبر من الشموع لاني انعكاسيها يعني اذا طلعتيني مفروض السعر يسوي جدي فانا هذي نظرتي للعملة واللي حاب اني يستفسر على خدمة دارة الحساب او شيء اخر ونضموا لقناتنا في التليجرام قناتنا في التليجرام غنية جدا 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 بالاخبار وتحديث على البتكوين وعلى السوق يعطيكم العافية وموفجين خير